بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر حسام الصياد. انا اه معاكم من قناة فلاش التعليمية. ان شاء الله النهاردة نشرح الجزء التاني من شابتر اكتشف اه الصف الاول الابتدائي. واحنا كنا وصلنا في الحلقة اللي فاتت لبيج اه تن وانهيناها. وصلنا البيج ايليفن بتاعتها. وانا بس اسمحكو يا جماعة ان احنا نعمل شير للشرح. لان انا عرفت ان فيه اه بعض المدارس ما استلمتش الكتب. وفيه بعض الناس وبعض الاهالي. اه بتدور على اي معلومة لان المناهج دي جديدة والبقى فعلا. ومحتاجة شرح. هي مش صعبة في على الطفل هي محتاجة ان حد يوضحها عشان الناس تذكرها لولادها بشكل سليم. فااااا استأذنكم لو كل واحد يعمل شير للفيديو. للكلاس بتاعه. وللجروب بتاع الواتس بتاع الكلاس للمدرسة. علشان دي معلومة ودي صدقة جارية. لان ده علم ينتفع به. انت مش هتخسر اي حاجة. وهتفيد ناس كتيرة والعلم اللي بينتفع به ده ان شاء الله يتحسب لك بعد كده. فاحنا النهاردة هنبدأ شرح وهنخلص شابتر وان ان شاء الله. وهنحط آآ اللينك بتاع الجزء الاولاني من الشابتر ده. في الوصف لو حبيت ترجع له في اي وقت تبقيه بسهولة. ولو آآ اعجبك الفيديو واستفدت منه ياريت تعمل عليه لايك. ولو آآ ان شاء الله ما يكونش فيه اي صعوبات. لو فيه اي سؤال او اي حاجة محتاج ان احنا هوضحها. انا هكون سعيد جدا ان انا وضحها. واكتبلي في التعليقات وهاشرحها لك بشكل تاني ومبسط برضو لوقيت ما توصل المعلومة بمنتهى السهولة. ونبدأ الشرح. وبكده نوصل لبيج نمبر وعنوانها التقديمات او المقدمات بتاعتها ميت مقابلة او يقابل بعض الاصدقاء الجدد ميت يعني يقابل او مقابلة. بعض جديد اصدقاء. كيف هم يشبهوك؟ كيف هم يشبهوك؟ كيف هم يشبهوك؟ كيف هم مختلفين عنك؟ نبدأ نتحرك في الباج دي ونشوف؟ نحن . اهلا أو مرحبا اسني كريم انا عندي شعر قصير ده هو كريم يعرف نفسه بيقول وانا بنلاقي الطرف الآخر بيرد عليه بيقول انا اسمي مونة انا عندي سبع سنوات انا احب ان اعمل ضفائر او جدائل الطرف الثالث في الصفحة ويقول اهلا او مرحبا انا اسمي شريف انا عندي تمان سنين قميسي المفضل هو برتقالي او تي شرتي المفضل هو برتقالي انا اعمل ضفائر او جدائل والكلمات الجديدة في الصفحة دي زي ما احنا شايفين اي هاف انا املك شورت قفير هير شعر اي وير انا ارتدي غلاسز نظارات اي ام سبع سنين انا عندي سبع سنين سبع سبع سنوات اي لايك انا احب تو وير بريدز ادفار دفائر اي اي لايك تو وير او حب وان ارتدي بريدز دفائر ان انا يكون عندي دفائر والطرف الثالث بيقول اي اي ايت ثمانية يرز او دو سنوات مفضل بالنسبة يا فاوريت مفضل شيرت القميس از اورنج اورنج هو برتقالي يبقى مي فاوريت شيرت از اورنج القميس المفضل لدي لونه برتقالي وبالتالي نكون انهاينا بيج نمبر 11 ونوصل لبيج نمبر 12 والديريكشنز بتاعتها ارسم سورة مختلفة لنفسك مستخدما الاشياء التي تعلمتها اليوم ليرن يتعلم او وليرنت هنا الماضي بتاعها وهي تعلمتها اليوم ارسم مختلف بيكيتشر صورة لنفسك مستخدما 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 اللي انت تعلمت النهاردة ومكتوب هنا اهلا ومرحبا والطفل المفروض يكتب اسمه ويستخدم الحاجات اللي هو تعلمها النهاردة اللي هو الهير والهير اللي هو الشعر والإير اللي هي الأزن والماوس اللي هو الفم والنوز اللي هي الأنف والآيز اللي هي الأعين ويحاول يكون صورة لنفسه مستخدم الحاجات اللي هو تعلمها دي ولو كان بيرتدي نظارة او حاجة يرسمها اللي هي جلاسز واحنا قلنا جلاسز في الصفحة اللي فاتت بمعنى نظارات وبالتالي يتخيل شكله ويشوف الحاجات اللي هو اتعلمها دي ويقدر يرسم بيها نفسه وبكده نكون انهاينا ونوصل لبيج نومبر سيرتين مقدمات اكتر تقديمات اكتر وزي ما احنا شايفين هنا البنت اللي في الصورة بتقول hi my name is Nadia hi my name is Nadia اسمي Nadia i leave انا اعيش in ايجبت في مصر my family اسرتي is from اسوان اسرتي من اسوان i like playing football انا احب ان العب كرة القدم بنقول مرة تانية hi my name is Nadia انا اسمي Nadia i live in ايجبت انا اعيش في مصر my family is from اسوان اسرتي من اسوان i like انا احب playing وهي يلعب football اللي هي كرة القدم ونوصل للطرف التاني في الصفحة وهو بيقول hi my name is Yusif انا اسمي يوسف i am 10 years old انا عندي 10 سنوات i am 10 years old i like to read انا بحب القراءة بحب ان انا اقرأ i like to read i like to ride my bike احب ان انا اسوك العجلة بتاعتي الدراجة بتاعتي يبقى نقول مرة تانية hi my name is Yusif اسمي يوسف i am 10 years old انا عندي 10 سنين i like to read انا بحب القراءة i like to ride my bike اللي هو انا بحب ان اركب دراجتي وكلمات جديدة هنا زي ما وضحناها i live انا اعيش in ايجبت في مصر my family اسراتي from من اسوان اسوان i like انا احب playing يلعب في present continuous وهناخد فكرة انه زي ما وضحنا بعد كده football كرة القدم ونوصل للجزء التاني في الصفحة وهو hi my name is Yusif i am 10 هنا 10 10 years old سنوات i like to read انا بحب القراءة ابي حب اقرأ i like to ride my bike انا بحب ان انا اركب دراجتي وننسل ونوصل page number 14 اللي هي رقم 14 وعنوان الصفحة what i like ماذا احب what i like ماذا احب directions draw three of your favorite things ارسم ثلاث حاجات مفضلة لديك draw ارسم three ثلاثة of your favorite things من الاشياء المفضلة لديك وهنا كلمة جديدة things اشياء وزي ما احنا شايفين في ثلاث دوائر على شكل بلونات في الصفحة دي وهو سايبها للطفل يرسم فيها ثلاث حاجات هو بيفضلها او بيحبها هو نوصل page number 15 page number 15 watching me grow يعني مشاهدة انمو watching اللي هي مشاهدة me انا grow ينمو او تنمو الdirections بتاعة page d paste your three pictures ضع ثلاثة تصور لك in the circles في الدوائر below الاسفل write the number 0 2 3 below واكتب تحتي منها الارقام من 0 ل3 0 1 2 3 هو بيقول للطفل هنا حط 3 صور قديمة لك جنب صورتك الجديدة صورة مسلا لك وانت لسه مولود صورة لما كبرت شوية صغيرة وبقيت تتعلم تحبي او تتسند صورة اكبر شوية قبل ما تدخل المدرسة او لسه وانت في كيجي مسلا وصورة لك دلوقتي وارسم وكتب تحت منهم الارقام الارقام من 0 لحد 3 0 1 2 3 وده السؤال ده وبيست بمعنى ضع your 3 3 يعني 3 pictures a saw in the circles في الدوائر below الاسفل هنا write اكتب the numbers جزء الارقام 0 2 3 0 3 below ونوصل للجزء الثاني في الصفحة وهو مكتوب في directions بتاعته how old are you كم عمرك how old كم عمرك are you انت in each picture في كل صورة you brought انت احضرتها from home من البيت circle the three ages ضع دائرة حول الثلاث اعمار on the number line على خط الارقام يعني باختصار بيسألك انت كان عمرك كام في كل صورة من الثلاث صور اللي انت جبتهم دول وحط دائرة حوالين العمر بتاع كل صورة على number line او على خط الارقام اللي موجود ده ونقول هنا مرة تانية how old are you كم عمرك in each في كل من بكتشر صورة you brought انت احضرتها you brought انت احضرتها from من home منزل circle the three ages ضع دائرة حول الثلاث اعمار three و ages ages اعمار on the line on the number line في على خط الارقام on the number line على خط الارقام وكده نكون انه هنا page number 15 ونوصل page number 16 my photo album اللي هو البوم الصور الخاص بيا order your picture from your youngest يعني رتب order your picture's صورك from youngest من الاصغر اللي هو smallest number الرقم الاصغر two oldest للاكبر largest number الرقم الاكبر بيقول لك هنا الصور بتاعتك اللي انت جبتها وهتحطها في الصفحة دي رتبها من الصغير للكبير لان ده الفوتو البوم بتاعك او البوم الصور بتاعك سواء الطفلة جاب صور وحطها او رسم لنفسه الصور المطلوب منه ان هو يرتب الصور اللي هيرسمها او هيحطها ويلزقها في الصفحة دي ويرتبها من الصغير للكبير طبعا للسن طبعا order رتب your picture's صورك from من youngest الاصغر سنن اللي هو smallest الاصغر number two oldest الاكبر سنن largest number number رقم وبكده نكون انهاينا page number وبكده نكون انهاينا page number 16 ونوصل page number 17 وعنونها all about me كل حاجة عني all about me كل حاجة عني دايريكشنز بتاعيتها زي ما احنا شايفين draw a quick sketch ارسم صورة سريعة لنفسك or a word او كلمة to answer اللي انت تجاوب عليها to answer question about yourself يعني ارسم اي صورة سريعة عنك او اكتب كلمة بتجاوب سؤال عن شخصيتك يبقى draw a quick sketch or a word to answer questions about yourself يبقى ارسم صورة سريعة عنك او اكتب كلمة to جاوب اسئلة عن نفسك وهو سايب هنا طبعا ثلاث مساحات فاضية الطفل يرسم فيها صورة بيعمل فيها حاجة معينة بتجاوب سؤال انت سألته له الاب او الام او يكتب كلمة بتجاوب على سؤال الاب او الام سأله له له مثلا مثلا ما لون عينك ما سنك الان اي حاجة من الاسئلة دي فيه ثلاث مساحات فاضية في الصفحة الطفل بيرسم فيهم او بيكتب فيهم كلمة بيجاوب على سؤال بتسأله الام او الاب اي سؤال ممكن يسأل للطفل هو يجاوب عليه من غير ما تكلم هيرسم صورة او هيكتب كلمة وبكده نكون ان نهاينا بيج نومبر سيفنتين ونوصل لبيج نومبر ايتين وهي كتاب كل حاجة عني كتاب كل حاجة عني وديريكشنز بتاعتها write your name as as the title اكتب اسمك كعنوان of your all about me book للكتاب الخاص بكل حاجة عنك يعني كأن الطفل بيقلف كتاب عن نفسه وهو بيقوله write your name as the title اكتب اسمك كعنوان للكتاب اللي بيتكلم عن كل حاجة عنك وسايب له طبعا مساحة كبيرة جدا في الصفحة دي يقدر يحط فيها كل حاجة عنه بعد ما يكتب اسمه هنا والمساحة دي الطفل ممكن يرسم فيها اسرته نفسه مدرسته الحاجات اللي بيحبها اصحابه اللي بتشابه معاهم واللي بيختلف معاهم الاشياء في بيته واشياء في قطه كل حاجة هو ممكن يفكر فيها لان دي كل حاجة عنك وبهنا ننتهي من page number 18 ونوصل ل page number 19 وهي بعنوان all about me book ايضا ودي مساحة فضية تاني وهنا هو سايب له ستور يتكلم فيها عن نفسه ودي تكملة لصفحة آآ آآ تمنتاشر او page 18 لان الطفل ممكن يكون بيرسم حاجات كتيرة جدا عن نفسه فبكده page number 18 and 19 سايب له page number 20 كمان من 18 و 19 و 20 و 21 خاصين ب all about me book و اخيرا خلص في page 21 18 و 19 و 20 و 21 و دول خاصين بكل حاجة خاصة بالطفل من آآ آآ ألعابه أسرته مدرسته آآ أصحابه آآ الحاجات آآ اللي بيحبها الحاجات اللي يتشابه فيها مع إخوته الحاجات اللي بيتشابه فيها مع أصحابه الحاجات اللي بيختلف فيها كل حاجة عنه وكل حاجة هو ممكن يفكر فيها هما هنا سايبين له اربع صفحات تمنتاشر وتسعتاشر وعشرين وواحد وعشرين 18 and 19 and 20 and 21 يكتب فيهم كل حاجة ويرسم فيهم كل حاجة هو ممكن يقول لها تكون انهاينا بيج 21 ونوصل لبيج 22 وعنوانها هو صديقي صديقي والديريكشن بتاعتها ارسم شيء واحد يحب عن صديقك انت بتحبه عن صديقك ارسم حاجة واحدة انت بتحبها في صديقك واحد مثلا ممكن يكون بيحب يلعب مع صديقه قرة القدم ممكن يرسم قرة القدم واحد ثاني ممكن يكون بيحب بشكل النظورة بتاعت صديقه ممكن يرسم الدارة فبالتالي انت هنا بتقول له ارسم ارسم شيء واحد يحب انت بتحب عن صديقك وشوفه هيرسم ايه وانت طبعا سعد وكده نكون انهاينا بيج 22 وانهاينا الشابتر 1 كله ونوصل على بداية شابتر 2 وعنوانه family tree وان شاء الله نشرحه ليكم وبكده نكون انهاينا شرح شابتر 1 من اه 2018 2019 وان شاء الله تكونوا استفدتوا واتمنى ان لو الفيديو اعجبك وتعملوا عليه لايك وياريت تشتركوا في القناة علشان يوصلوكوا للشرح اول باول لان بقية الاجزاء ان شاء الله هتنزل على طول ويوصلوكوا اشعار بيها على طول ولو في اي تعليق او اي سؤال زي ما وضحت في اول الحلقة ياريت تعرفني وانا ان شاء الله هرجع اشرح الجزء اللي محتاج يتعاد بشكل مبسط برضو وبس يكون مختلف واتمنى من حضراتكو زي ما وضحت في الاول لانا فعلا عرفت ان الكتاب لسه محدش في بعض المدارس ما استلمهوش لانه اتأخر فياريت تعمل شير انت مش هتخسر حاجة لان ده يعتبر صدقة جارية وان شاء الله علم ينتفع به انت هتاخد ثواب وفي نفس الوقت الناس اللي محتاجين المعلومة انت مش هتخسر حاجة بس في غيرة كتير هيستفاد وتتحسب لك عند ربنا واتمنى انتو تكونوا استفدتوا فعلا وانتظروني ان شاء الله مع الجزء التاني وشابتر شجرة العائلة وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة